طيب دي مش اول مسابقة تدخليها حكي بقى تفاصيل دخولك في المسابقة دي انا من زمان والحمد لله بفضل الله مدرسيني واسرتي دايما ان هما بيحالوا ان هما يكتشفوا مواهبي او انهم يطوروها ويساعدوني ان انا انمي منها وكثير من هم كانوا بيحاولوا ان هما يساعدوني بان انا اكتشف مواهبي واكتشف قدراتي ففي مدرسة عرضت علي استاذ رانيا من ربنا يبالك لها عرضت على ماما مسابقة المبدع الصغير جهزة دولة المبدع الصغير فرق القصة القصيرة بما اني ساعد بألف يعني انا بدايتي في الكتابة كانت خاطر يوم يوميات بموقف حصل لي عجبني او زالت منه فدي كان بدايتي طبعا اهلي كانوا عايزين انهما يناموا مني موهبة الكتابة بايان كان فاعرضت عليم استاذ رانيا مصابقة جهزة الدولة المبدع الصغير وبفضل اللي اشتركت عبر الموقع الاكتروني بفضل اللي حصلت على المركز الاول طبعا كان الموضوع كفرحة كبيرة بجل ان انا ساعت لما شركت في المشروع الوطني للقراءة انا الحمد لله كان بفضل اللي اصغر طفلة تتساعد لتصفيات الجمهورية ان شاء الله كفاء عملوا لي فيديو انا فاكرة ان الفيديو ده انا كنت بقول حلمي في المستقبل ان انا اكون كاتبة وكل الاطفال اللي يقرأوا كوتو بي فطبعا ما لقيت فرصة لي ان انا عبقى كاتبة وانت اكيد ان انا لازم اشترك